بدأ الفيلم من دينا بالقطافة في تلفازة صغيرة فيها برنامج المقابلة مع شخصة و يدوي على شخصة المدباحة التي ترى عام هذا والذي جاء منها شخص واحد والذي هي هذه البنت التي في المقابلة سؤولتها الموديعة مني نفقتي و لقيت وجهك في هذه الحالة ماذا كانت تردد الفعل ذلك؟ قالت لها الشابة كنت تمنى الموت ولا نرى هذا الشيء الذي يطرف وجهي و زادت قالت كل شيء يخاف مني الشيء الذي خلتها لم تقدرها تعيش حياتها على راحتها الموديعة قالت لها كان إن إشاعات يقولوا بالمهرج الذي يدر فيك هذه الحالة و لكن حتى لدى لم يرى الجودة دياله والتاحد معرفين مشت جاوباتها البنت فعلا مات و لكن لم يرى و هناك نرى المهرج هالرس التلفازة الصغيرة برجله و بدأ يوجد راسه أما الموديعة بعد ما كملت المقابلة مشت للبيت فين كيف يبدله و بدأت تهدر مع أخا طيب ها تعود له على المقابلة التي درت مع البنت و قالت له على شكل هذه التي يخلع و من حق الناس تخاف منها قليلا سمعت شي صداع جهة الحوايج لم ترى كيف هو كائن حتى هجمت عليها البنت و بدأت تحفر لها عينها بصباعها حتى قتلتها الموديعة ماتت و البنت بدأت تضحك حداها بطريقة تخلع أجي و دابا نرجعوا قليلا لور قبل عام دابا لكي نعرفوا القصة لها البنت من الأول نرى هنا جوج صحابات تارا و دون غاديين في الشارع دون كانت سكرانا و تارا لم تخلتها لا تسوق و قالت لها نمشي و ناكلوا شيئا لم يعد نمشي و هم واقفين في الطموبيل رأيت واحد السيد في شكل شوية و هذا دخن شك حلا و رأيه و لابس لبس المهريج دون فشفت تارا خايفة منه بدأت تهدر معه من بعيد و تقول لورك عجبتي صاحبتي و أريد نمرتك و لم يجبت تارا فين تسكتها حتى أغبر يجب أن تسناك بطلب عشاهم شوية حتى تدخل المهريج قلس في الطابلة مقابلة معهم و بقى يشوف طارا بطريقة تخوف بثاف و لم يجبت أي عينه عليها قاع دون لم يجبت أي عقل أصلا و تحاول تهدر معه و تحركه و لكن المهريج و قاله ما يجبت عينه على طارا بدأت دون تصور معه و هو و قاله ما كان هنا جاء عنده ستيفي يشوف ما يبغى و قاله يسول فيه ما يجبه يأكل و قاله السيد و ما دواء و تحرك و ما زال عينه غير على طارا اللي تشوف هذا شيء و ما فهمه و خايفة منه شوية ناضم بلاسته و ادخلوا فيها الفلوس و يأخذوا شيء اللي فيها وضعوا فيها الفلوس و ادخلوا منها خاتم و ادخلوا عن طارا و اركبوا ليها في يديها هنا ستيفي تعصب منه و خرجوا و جراء عليه و لاحلوا الخنشة الكحلال اللي كانت عنده البنات خرجوهم السناك و غدين في الشارع و ارمات طارا الخاتم اللي يركب ليها المهريج و غيروا سلوطن و بيلتهم لقاوا الرويضان في شوشة عيطات على أختها في كيم تليفون دون لكي تأخذهم من هنا و اخها كانوا عند خلال امتحانة لغدليه وافقات و قلت ليها تعطيها العنوان و سيأتي تأخذهم طلعوا البنات للطنوبيل يتسنوا فيكي تاجي تارا قلت بالاحتمال كبير يكون المهريج و هو اللي في الشارع ويضا حيث هو الوحيد الذي رأيهم و يعرف طنوبيلتهم دون قلت ليها و اخها هكاك هذا شيء ما يعنيش بالله و هو اللي يكون در هكا نرجع للسناك جاء العامل يقلب على ستيفي عيط عليه حتى يوم جاء وحد و دخل عليه للكوزينة تصدم فشل قراصم قطعة و شاء على العافية في عينيه و هنا خرج المهريج العامل بغيه رب يعلم البوليس و لكن الباب كانت مسدودة و وصل عليه المهريج و بدربة واحدة قطع عليه يده و ذات كمل عليه تقتله فهذا الوقت تارا بغد تدخل الحمام دون شافت واحد السيد خرج حد واحد الدار و قلت لي ها تمشي عنده تطلب منه دخلت تستعمل الطوالت وتخرج هذا ما الذي دارت تارا لعند السيد و قلتها له قال لي ها هذه ليست دار هذا غاراج هي زادت طلباته و اكتر فوافق و ادخل هوويها الغاراج كان كبير بزاف و الطريق للحمام طويلة السيد الذي دخلها اسمي تومايك قال لي ها هاني وصلتك و سنمشي و في الرجوع سترجع الراسك دون بقيت في الطوال موبيل و خدمت الراديو حتى تسمع خبر عاجل يقولوا ان القواجوجة للجوتات مقتولة بطريقة وحشية في الصناك الذي كانوا عدبا فيه و شاكين في المهريج هي تخلعات شوية و لم يكن تستوعب هذا الشيء حتى لقيت المهريج قلت احدها في الطوال موبيل بدأت تغوت على جهدها و لكن لم تسمعها حد مايك كان داير لي زيات هذا ما لم تسمع والو نرجعه عند تارا خرجت من الحمام و ثم كانت نسات على الطريق الخروج و هي غادة وسط القاراج خرجت لها واحد السيدة متشردة و باينة فيها حمقة هزة طرف ديال توب في يديها بحل دري صغير قالت لي ها تارا بغيت نخرج من هنا و قبل ما تجاوبها شافت المهريج قدامها يضحك و يدعه عامره دم غير شافته وهربات منه و بدأت تجري بين الطوال موبيلات تخبعات تحت واحد الطوال موبيل جاء من موراها و ضربها بلموس فرجليها حاولت تهرب منه فشدها و لكن هزات لموس من الأرض و ضربته في كتافه مشت تجري الواحد الباب و عياد الضق يجيش يحد يعتقها و لكن ما كان حد بقات مخبعة و المهريج يقلب عليها فيكي اختت تارا شاد الطريق و قربت توصل و سمعت في الراديو على المهريج الذي يدور و يقتل في الناس في نفس البلاصة التي فيها اختها و هنا زادت خافت كثير أما تارا ما زال هربانة وسط القاراج احتشفت مايك قدامها الذي كان عاطيها بالظهر و داير لي زيات عياد تعيط له و قال و ما سمعها جاء من وراها المهريج و سد ليها فمها و ضرب ليها مخدير في برا و خطفها فشفاقت من التخدير و لقيت رابطها مع كرسي و سد ليها فمها و قال سحدها كله دمايات حاولت تعيط بشتفك رأسها و لكن لم يقدرات قرب حداها و بدأك يخلع فيها قليلا ناضي و حيدة واحد ليزار الذي كانت من وراه صاحبتها مع القابل المقلوب بلا حوايج و ستخلع فيهم بجوج و عيشهم الرعب قليلا حتى شد منشار و قطع صاحبتها على جوج هنا تارا خافت بزاف و بدأت تحاول مع الكرسي حتى هرست له يده فكات رأسها و ضربات المهرج و طعناته بحديدة و هربات بقى تابعها و خم ضرب فشلقاها ضرباته بخشبة حتى طاح و بدأ يمتلع لها بالقرب يموت و غير غفلات ناضج بالتسلاح و تيراف رجليها و الرصاصة الثانية في كرشها و الثالثة في وجهها و هذا كله اللي ترى شاهدت و سمعت السيدة الحمقة في هذا الوقت خطار وصلت للعنوان و شاهدت طنوبيل وقف أحده باب القارج وهو مسدود سيفطات ميساج لدون تعلمها رهاجات هنا جاوبها المهرج على أساس هو دون و قال لي هاد دخل عندهم حتى تختارها مرضات السيدة الحمقة مشات للعبة ديال هل كانت تهزى في يدها منين ما لقيتهاش عرفات المهرج هو اللي اخداها و فشلقاته بدأت تهدر و التعامل معه بحل دري صغير و قربت منه و بدأت تطبطب عليه و عن نقاته أما صاحب مايك وصل و بدأ يصوني عليه ولكن التليفون طافي و حتى الباب مسدود خطارها كتحاولت تصوني لدون تم سمعت صوت تليفون قريب منها تبعات الصوت حتى هبطت للقبو و شافت الضون مع القو مقصومة هكاك تصدمات و خرجتك تجري من تمة شوية سمعت صوت الغوات يحسب ليها أختها تبعات الصوت حتى لقيت السيدة الحمقاهية اللي طيحت تمة و كلها دم هنا خرج ليها المهرج حاولت تهرب من الباب اللوراني ولكن كان مسدود والمهرج كان تابعها و وصل عليها أما صاحب مايك يلا تفكر باللي عنده نسخة سوارت خداه مدخل حتى تصدم بالدمايات اللي كانت في الأرض جاء من موراه المهرج و ضربوه بلموس لراسه فيكي مازال مخبعة و تحاول تلقى منه أن تهرب ولكن جاء عندها المهرج و خنقها بكيس هي قدرات تقطعه و هزت واحد المصمار كبير كان طيح تمة و ضرباته لرجليه و هربات منه في هذا الوقت بدأ مايكي يفق من الضربة اللي فلت منها و لم قتلته فيكي أبقى تهربانة حتى تلقى رأسها قدام اختها اللي مقتولة بطريقة خائبة جاء من وراها المهرج وبسنسلة الحديد بدأ يضرب فيها في كل بلصف داتها ثم جاء مايك من وراه و ضربوه على رأسه و خداه فيكي و هربو عيطوا البوليس لكي يأتيوا و يعتقوهم من ثمة و قالوا لي هم سوف يدخلون و تخبئوا في الغرفة للطوارئ و مشاهدوا إلى الباب الذي كان مزدود و بدأ يقلب على السوارت جاء المهرج من وراه و ضربوه بقرعة للغاز حتى هرس له وجهه فيكي تحاول تهرس الباب بحديدة فجاء من وراها و بدأ يخنق فيها شدت الحديدة و ضربته بها في عينه و هربت قصدات غرفة طوارئ و لكن لقيتها مسدودة قليلا سمعت البوليس وصله و مشاهدت كجري لجهتهم و لكن المهرج خدمت طواموبيل و خرج فيها هبطت عندها و بدأ يأكل في وجهها وقفوا عليه البوليس لكي يوقف من هذا الشيء الذي يدير فيه هو دار لعندهم و جبد الفردي و ترى في رأسه البوليس خداوه الجوتات و كانت الجوتة المهرج مع بعضياتهم و فش خداوهم من المشرحة طبيب قلب الجوتة المهرج التي كانت تشاهدها بثاف و فش مشال المهرج غير فتحها بضد ضد المشرحة كي يتفاوه يشعل و التليفون كي يصوني و هنا فق المهرج و قجل الطبيب حتامات من بعد مدة خرجت فيكي من الصبيطر من بعد ما درت بثاف العمليات و لكن وجهها كله تشوه و أرجع كي يخلع الشيء الذي يخلها التأقد و هي النجية الوحيدة من هذه المدباحة و أولت نسخة من المهرج و لم تبقى قد تعيش حياتها طبيعية بسبب التنمور و هنا تسالة الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون أعجبكم و لا تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا و ديروا اشتراك في القناة و فعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية صلى الله و انتلاقوا في الفيديو الجاية